لما يسأل المريض في العيادة عن سبب تورم القدم أول وأهم سؤال منسأله للمريض الورم بقدم واحدة أو بالقدمين ومنذ متى بدأ الورم؟ وهل الورم بظهر القدم أو بالقدم كلها؟ ومنسأل كمان هل يوجد إحمرار مع الورم أو بدون إحمرار؟ وهل أجرى المريض قياس لحمض البول بالدم؟ اليوريك أسيد؟ أو لا؟ وهل هو مريض سكري أو عنده بدانة؟ أو سمنة؟ أو مريض ضغط؟ وهل أجرى فحص وظائف الكلية؟ وما هي الأدوية التي يتناولها المريض؟ أسئلة عديدة وهامة طبعا تورم القدمين يختلف تماما عن تورم قدم واحدة ولازم نعرف بداية أنه بشكل طبيعي كل واحد مننا بآخر النهار وبسبب الوقوف أو بسبب الحذاء الضيق أو بسبب دوالي ساقين أو وزن زائد لهالأسباب ممكن أن نشوف القدمين متورمتين قليلا وخاصة ظهر القدم وهذا عرض طبيعي ومننصح بهالحال براحة القدمين والساقين ومد الساقين والقدمين قدر الإمكان أثناء الجلوس ولما المريض بيكون عنده تورم بقدم واحدة ممكن يكون بسبب موضعي في القدم مثل التهاب نسيج خلوي في القدم وممكن بسبب مشكلة في أورد الساق مثل التهاب أوردة سطحية أو جلطة بالأوردة السطحية لذلك عند تورم الساق أو القدم أهم شيء نميز بين تورم بناحية واحدة أو بالناحيتين أو الجهتين تورم القدمين ممكن يكون ناتج عن الوقوف لمدة طويلة أو دوالي ساقين مثل ما ذكرنا لكن كمان ممكن يكون ناتج عن نزول كمية بروتين أو زلال كبيرة بالبول خاصة عند مرضى الضوط لذلك قياس البروتين بالبول هام جدا كمان ممكن تورم القدمين يكون نتيجة مشكلة في عضلة القلب أو يكون نتيجة مشكلة في الكبد أو مشكلة بالكليتين لذلك لحسم الموضوع ومعرفة السبب تماما وعلاجه يجب إجراء قياس بروتين دم وقياس بروتين البول وتقييم وظائف الكلية ووظائف الكبد وقياس حمض البول في الدم اليوريك أسيد وممكن إجراء إيكو قلب إذا كان المريض يشكو من ارتفاضات وعنده تورم ساقين أو قدمين وبشكل عام المريض اللي عنده تورم قدمين وساقين واحتباس السوائل منصحه دائما بالامتناع عن الملح المكرر الأبيض أو الإقلال منه وعلميا بالكتب الطبية الكمية اللي بيحتاجها الإنسان يوميا من ملح كلوريد السوديوم وطبعا عم نحكي عن شخص ما عنده ارتفاع ضغط دم ولا مشاكل بالكلية أو مشاكل بالكبد أو مشاكل بالقلب الكمية الطبيعية اللي بيحتاجها هذا الشخص الطبيعي هي 2.3 جرام يعني 2.3 جرام ملح كلوريد السوديوم يعني ما يعادل ملعقة صغيرة من ملح الطعام باليوم وطبعا هالكمية موجودة أصلا بماء الشرب وبالخضار والفواكه اللي منتناولها لذلك ما في حاجة لإضافة ملح الطعام الأبيض والمكرر على الطعام محبتي الكبيرة أنا الدكتور نوار علي ألقاكم بخير بحفظ الله ورعايته